موسيقى السلام عليكم هذا مجاز الأخبار نقدمه لكم من الإخبارية السورية بتوجيه من الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة قام العماد فهد جاسم لفريج نائب القائد العام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بجولة ميدانية تفقد خلالها القوات العاملة في حلب العماد لفريج استمع من القادة الميدانيين إلى شرح مفصل عن طبيعة الأعمال القتالية والموقف المتشكل واطلع أيضا على درجة الاستعداد والجاهزية لتنفيذ المهام المسندة في مواجهة تنظيمات الإرهابية كما أكد العماد لفريج للمقاتلين تصميم القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة على استكمال عملية تأمين حلب وإلحاق الهزيمة بالإرهابيين وإفشال مخططاتهم مشددا على أن أبناء الوطن جميعا ينظرون اليوم بعين الثقة إلى قواتنا المسلحة الباسلة ويعقدون الأمل والرجاء على بطولات رجالنا البواسل وتضحياتهم التي ستعيد الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن أكد مصدر عسكري أن سلاحي الجو السوري والروسي نفذ سلسلة من الغارات الجوية المركزة على تجمعات ومحاور تحركات التنظيمات الإرهابية جنوب وغرب حلب وذكر المصدر أن الطيران الحربية السورية والروسي وجهى ظهر أمس ضربات مركزة على تجمعات الإرهابيين ومقراتهم وتحركاتهم في مخيط الكليات ومستودعات خان طومان وحريتان وكفر حمرة وجنوب مدرسة الحكمة وجنوب المشروع 1070 والعامرية وبيّن المصدر أن الضربات الجوية أسفرت عن القضاء على مئات الإرهابيين بينهم متزاعموا الصف الأول من الأجانب وتدمير عدد كبير من العربات المدرعة والمصفحة والمفخخة والمزودة بالمدافع والرشاشات استشهد مواطنان وجريحة خمسة آخرون في استهداف التنظيمات الإرهابية بقذائف صاروخية حيّي السبيل والمطار في مدينة درعة وأفدت مراسلة الإخبارية في درعة بأن المجموعات الإرهابية أطلقت عشرات القذائف الصاروخية على حيّي السبيل والمطار بمدينة درعة ما أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة خمسة آخرين وأحداث أضرار مادية بممتلكات ومنازل الأهالي أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن بلاده تدعو لاستئناف الحوار السوري السوري في جينيف دون شروط مسبقة وقالت شوركين أن هناك أعضاء في المجلس يحددون شروط مختلفة لاستئناف الحوار مضيفا أن المبعوث الأممي إلى سوريا ستفان ديمستورا قال أنه كلما كان مستوى العنف أقل كان ذلك أفضل للحوار واعتبرت شوركين أن هذا الأمر مهم جدا وأن بلاده تشارك هذا النهج لكن يجب أن لا تكون هناك أي شروط مسبقة لاستئناف الحوار كما أوضحت شوركين أن ديمستورا يعول على استئناف الحوار السوري في نهاية آب الجاري داعيا كلما لديه إمكانية التأثير على المعارضة يعطاء ضمانات بأنهم سيكونون مستعدين للحوار في هذه المرة في خبرنا الأخير أعلن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب أردوغان خلال لقائهما في سام بطرسبورغ أن الجانبين اعتزمان مناقشة جميع المسائل المتعلقة بحل الأزمة في سوريا وإيجاد حلول مشتركة والتوصل إلى تفاهم مشترك للتسوية وفي مؤتمر صحفي مشترك بعد المحادثات أكد رئيس بوتين أن تركيا تشاطر روسيا تفاهما بشأن ضرورة مكافحة الإرهاب وذكر بوتين أن اللقاء لم يتناول المسألة السورية خلال المحادثات لمشاركة أعضاء الوفود بل يخطط الرئيسان لعقد لقاء منفصل بمشاركة وزيري الخارجية وموثلي الاستخبارات لبحث سبل تسوية الأزمة في سوريا بشكل مفصل ختم هذا المجهز نلقاكم على رأس الساعة بأمان الله شكرا